رئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعين بدبول يترأس اجتماع اللجنة العليا لأداء الاقتصادي ويؤكد أن كل وزير سيكون مسؤولا عن الوفاء بمسهدفاته الوزرية شكري يلتقي في بغداد نظيريها العراقي والأردني ويشدد على ضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث لتعزيز المشروعات المشتركة السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة مشاهدين كرام تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفق أعلى المعين لتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب وبما يساعد على تعظيم عملية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية وأضف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة خاصة مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي سوف يضم ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة الماكس تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء السفاجة وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع وطم أيضا استعرض مشروعات تطوير ميناء دمياط بما في ذلك تعمق الممر المناحي وإنشاء محطات الحاويات ومتعددة الأغراض وأضف متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمتر الأنفاق إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف والذي يبلغ طوله مساره حوالي 103 كيلومترات ويبدأ من المحطة التبادلية عدل منصور ثم يمتد إلى كل من مدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة وفي هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية الخاصة بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيفة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطوات المتخدة في سلسلة معرض توراثنان ومشاركة ممثل كافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرات التجارة والصناعة وأعلن متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر فضلا عن عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض توراثنان الفان اثنان وعشرون والذي يستهدف دعم صغار مسنيع الحرف اليدوية والتوراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض أيضا أداء جهاز المشروعات خلال الفترة من يناير عام 2021 وحتى مارس عام 2022 فضلا عن مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية خاصة المبادرات الرئاسية حياة كريمة وأشار متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض كذلك جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وقد وجه الرئيس سيسي بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبة لاحتياجات السوق أكد رئيس مجلس الوزراء مصافة مدبولي أنه يتابع بصفة دورية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص وخلال ترأسي لاجتماع لجنة العليا الأداء الاقتصادي قال مدبولي أن كل وزارة سوف يتم تكليفها بتحقيق مهام محددة وقال أن كل وزير سيكون مسؤولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات كما عرض أيضا رئيس وزراء خلال الاجتماع ما تم تنفيذه حتى الآن من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد في الخامس عشر من شهر مايو الماضي أكد رئيس مجلس الوزراء وصف مدبولي أهمية المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في جميع المحافظات وخلال اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبروتوكولات المشروعات بين الوزارات المختلفة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشار مدبولي إلى إسهام هذه المشروعات في تحقيق خطط الدولة التنموية وكذا توفير الخدمات المختلفة للمواطنين ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات المهمة وصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرام الاتجار في المواد المخدرة وتمكنت خلال شهر من تحقيق نتائج إيجابية حيث نجحت في ضد 5151 قضية مواد مخدرة المزيد في التقرير التالي تواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحتها لجرائم الاتجار وجلب المواد المخدرة ونجحت في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الإطار أصفرت تلك الجهود على مدار شهر عن ضبط 5151 قضية مواد مخدرة وقد تنوعت المواد المخدرة المضبوطة في تلك القضايا حيث تم ضبط قرابة طنين من مخدر البانغو ونحو 557 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين تزن نحو 156 كيلو جرام كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 81 كيلو جرام من مخدري القات والستروكس وأكثر من 24 كيلو جرام من مخدر الآيس وقرابة 7 كيلو جرامات من مخدري الأفيون والفودو وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة تم ضبط أكثر من 109 ألف قرص مخدر لعقار الترامدول وقرابة 13 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون ونحو 88 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعين مليون جنيها وعلى صعيد التصدي غير المباشر لجرائم الإتجار بالمواد المخدرة وهي حرمان الضالعين في هذا النشاط الإجرامي من الأموال المتحصلة منه فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمس قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة مليار و273 مليون جنيها متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال تسعة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان هذه النتائج الإيجابية المحققة على صعيد المجابهة الشاملة لجرائم الإتجار في المواد المخدرة وما يرتبط بها من غسل الأموال تؤكد جاهزية واحترافية وقدرة الأجهزة الأمنية على حماية البلاد من محاولات إغراقها بالمواد المخدرة وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تامونية بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 24 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 604 قضايا من بينها 174 قضية خبز ناقص الوزن و188 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 66.5 طن أقماح محلية أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التكامل الاقتصادي بين كل من مصر والعراق والأردن يعزز قدرات الإطار الثلاثي سياسيا واقتصاديا وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره العراقي والأردنية أيضا في بغداد أشار شكري إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين الدول الثلاث بشأن مختلف القضايا نجد أن هذه فرصة سانحة لنؤكد مرة أخرى التوجيهات لدي قيادات الثلاثة بلدان والإرادة السياسية القوية لتعزيز هذا الإطار من التعاون الثلاثي المصري العراقي الأردني لخدمة مصالح الشعوب الثلاثة على الأرضية راصخة من التاريخ المشترك والحضارة والعلاقات الحميمة التي تربط على المستوى الشعبي ولكن أيضا العلاقة الطويلة التي تربط بين المؤسسات في الدول الثلاثة هذا وأوضح شكري أن التواصل والتنسيق بين الدول الثلاث فإزاء القضايا الإقليمية والدولية يعد بمثابة علاقة متكاملة وأكد شكري أن الدول الثلاث تسعى من خلال التعاون الثلاثي إلى التأثير وتعزيز المكانات والقدرات السياسية لمصر والعراق والأردن لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة نحن نعمل سويا لتعزيز التأكيد كما تفضل معاني الوزير أنه تبحثنا وكان لنا شرف أن نستمع إلى رؤية تفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وأن نتداول فيما بيننا حول الأوضاع الإقليمية والأوضاع الدولية والتحديات العديدة التي تواجد دولنا ثلاثة وإقتناعنا الكامل بأن هذه التحديات نستطيع أن نواجهها بقدر أكبر من النجازة والقدرة من خلال هذا التعاون فيما بيننا بما يحقق مصالحنا المشتركة ويعزز من تكوين رؤية موحدة لكيفية التعامل مع هذه التحديات والتغلب عليها وخلال المؤتمر قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين قال إنه بحث مع نظري المصري والأردني تدعيات الأزمة الأوكرانية وأثرها على الدول الثلاثة وأشار الوزير العراقي إلى أن المباحثات تنولت أيضا مستقبل العمل المشترك في الإطار الثلاثي وكيفية التعاون والعمل في بناء التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثة إلى جانب مواجهة الخطر المتعلق بالأمن الغدائي في هذه المرحلة نواجه جميعا تحديات كبيرة وعديدة وبعد التحدي الكوني في مواجهة مرض الكورونا بدأنا نتحدى أيضا تحدي ليس أقل خطرا من مرض الكورونا وهو تحدي الحرب صحيح أن الحرب الروسية الأوكرانية جغرافيا لها علاقة بأوروبا ولكن أبعاد هذه الحرب تؤثر على الكثير من الدول والعديد من المجتمعات ومن ضمنها المجتمعات والدول في هذه المنطقة من جانبها أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ضرورة التعاون المشترك بين كل من مصر والعراق والأردن من أجل زيادة القدرة على مواجهة التحديات الكثيرة والمتنامية في المنطقة وشدد الصفدي على حرص الدول الثلاث على المضي قدما في العمل المشترك لافتا إلى منهجية العمل المستمر بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي لتعظيم القدرات المشتركة في مواجهة التحديات نحن هنا في سياق متابعة آلية التعاون الثلاثي التي أطلقتها قياداتنا سبيلا من أجل تعزيز عملنا المشترك خدمة لشعوبنا وخطوة مؤسساتية ممنهجة لتحقيق الأفضل في جميع مجالات التعاون الكثيرة والمتاحة أمامنا استقبل الرئيس العراقية برهم صالح وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي وقد صرح أسفير أحمد حافظ المتحدث والرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين شكري وصفدي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني إلى الرئيس العراقي وأكد على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر والأردن لتعزيز أوجه التعاون المختلفة مع الأراق الشقيق سواء في أطورها الثنائية أو عبر آلية التعاون الثلاثي باعتبارها نموذجا للشراكة الاقتصادية من جنبي أعرب الرئيس العراقي عن اعتزاز بلاده بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه لعلاقات الأخوية بين الدول الثلاثة وحرص العراق على الدفع قدما بها إلى أفاق أرحب على نحو أن يلبي تطلعات شعوب الدول إلى الازدهار والتنمية كما استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظيمي كلا من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني الوزير أيمن الصفضي وذلك في إطار الزيارة التي يجريانها حاليا في العاصمة العراقية بغداد وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث والرسمي باسم عزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبول تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في مجالتها المختلفة خاصة في مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على ما تحقق من زخم في إطار القمم التي تجمع القيادة السياسية في مصر والعراق والأردن وما يصدر عنها من تكلفات بالمضي قدما في تعزيز أواصر العلاقات في كافة المجالات والمشروعات التي تحقق التنمية المشتركة وعلى نحو يضمن المردود المباشر والناجس لتلك المشروعات على شعوب الدول الثلاث كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفعي المشترك ضد التنظيمات الإرهابية والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي وخلال زيارتي إلى العراق التقى وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي مع رئيس مجلس النواب العراقية محمد الحلبوسي وبحث شكري والصفدي مع محمد الحلبوسي العلاقات الأخوية الوثيقة بين الدول الثلاث وقضايا أيضا ذات الاهتمام المشترك أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلديش الشعبية الصديقة في ضحايا الانفجار والحريق بمستودع لحاويات الشحن بالقرب من مدينة شيتا جونغ ما أصفر عن عشرات الضحايا والمصابين وتقدمت مصر بصادق تعازيها لذو الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين مؤكدة تضامنها ووقوفها مع بنجلديش في هذا المصاب الأليم توصل فرق الإطفاء في بنجلديش اليوم الثالث على التوالي محاولتها لإخماد حريق هائل أودى بحياة 41 شخصا في مستودع حاويات جنوب شرق البلاد وقال مسؤول الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق إلى حد كبير ولكن لم يخمت بالكامل حيث تهدد حاويات قريبة محملة بمواد كيميائية بحدوث انفجارات تشكل خطرا على الحياة وقد أدت الانفجارات إلى تحطم بعض نوافذ المباني في الحي على مدار الثلاثة أيام تحاول فرق الإطفاء في بنجلديش السيطرة على حريق هائل بأحد مستودعات الحاويات جنوب شرق البلاد أودى بحياة العشرات وإصابة أكثر من 200 شخص وبالرغم المحاولات الجارية للسيطرة على الحريق قال مسؤول الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق إلى حد كبير ولكن لم يخمت بالكامل حيث تهدد حاويات قريبة محملة بمواد كيميائية بحدوث انفجارات تشكل خطرا على الحياة وفي محاولة لمنع انتشار النيران بسبب المواد الكيميائية انضمت فرق إضافية لمساعدة فريق الإطفاء للسيطرة على الحريق وتجنب انتقاله إلى القنوات المجاورة على ساحل خليج البنغالة شرطة مدينة سيتاكندا أعلنت أن من بين ضحايا الحريق تسعة قتل على الأقل من بين رجال الإطفاء وأصيب ما لا يقل عن خمسين من عمال الإنقاذ من بينهم عشرة من رجال الشرطة دون الإشارة إلى أسباب اندلاع الحريق لكن مسؤولين في خدمة الإطفاء يشتبهون في أنه شب في حاوية تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين قبل أن يمتد سريعا إلى حاويات أخرى في السنوات الأخيرة شهدت بنجلاديش اندلاع العديد من الحرائق الكبيرة التي أدت إلى مقتل المئات كان آخرها مقتل أربعة وخمسين شخصا في يوليو من العام الماضي نتيجة اندلاع حريق في مصنع للأغذية خارج العاصمة دكا ضعف البنية التحتية وإجراءات السلامة الصناعية أثرت العديد من الانتقادات الدولية لبنجلاديش ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم وسط دعوات لتطوير اللوائح وتطبيق قواعد الأمان لتجنب تقرار اندلاع مثل هذه الحرائق ألقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زينيسكي خطابا للشعب الأوكراني بعد زيارته لمناطق زابورجيا ودانيسك ولوهانيسك وهي مناطق تغضع جزئيا للسيطرة الروسية وخلال الزيارة التي التقى فيها زينيسكي بالإدارة المحلية والشرطة والجنود أكد أن الظروف الحالية هي ظروف مؤقتة ولكنها ليست سيئة وتعد هذه هي زيارة زينيسكي العامة الثانية خارج منطقة كياب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زينيسكي قال إن ما يصل إلى 75 مليون طن من الحبوب قد تكون عالقة في أوكرانيا بحلول خريف هذا العام قال إن كييف تريد أسلحة مضادة للسفن لضمان المرور الآمن لصادرتها يأتي هذا في حين بحث رئيس الوزارة البريطاني بوريس جونسون مع زينيسكي جهد إنهاء الحصار الروسي على صادرات الحبوب الأوكرانية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين حيث تم بحث المفاوضات الدبلوماسية الجارية من أجل تحقيق ذلك أعلن الجيش الأوكراني سيطرته على نصف مدينة سيفيرو دونيسك الرئيسية في شرق البلاد بالتزامن مع زيارة الرئيس بوليديمير زينيسكي لقواته على خط الجبهة في غدون ذلك تعهدت دول غربية إرسال مزيد من الأسلحة وسط اجتداد المعارك للسيطرة على مدينة سيفيرو دونيسك التي تحمل أهمية استراتيجية باعتبارها أكبر مدينة في منطقة لوهانسك غير خاضعة للسيطرة الروسية وأعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل على غرار الولايات المتحدة قاذفات سواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا في تحدي للتحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي فوليديمير بوتين من تزويد كييف بأسلحة متطورة قال مجلس سؤال دومة الروسية أن ضرب مطار كييف ووسائل النقل في العاصمة الأوكرانية من الاهدف المحتمل لروسيا وأضف رئيس لجنة الدفاع في الدومة الروسية أن مقر الحكومة في كييف سوف يكون هدفا ردا على تزويد الغرب لأوكرانيا بأسلحة متطورة نددت موسكو بإجراءات وصفتها بأنها عدائية قمت بها عدة دول أوروبية بعدما أكبر وزير الخارجية سيرجي لافروف على إلغاء زيارة كانت مقررة إلى سربيا جراء إغلاق دول مجاورة لمجالاتها الجوية أمامه قال ناطق باسم الكراملين ديماتري بيسكاف قال إن أعمال كهذه ضد روسيا يمكنها أن تتسبب مشاكل معينة لفتن إلى أن موسكو وبالجراد سوف تحافظان على تواصلهما حضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن روسيا سوف ترد على الإمدادات الغربية من الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا وذلك من خلال تكثيف جهودها لدفع قوات الأوكرانية بعيدا عن الحدود الروسية هذا ووصف لفروف قرار عدد من دول النيتو بمنع طائراته من المرور عبر أجوائها إلى سربيا بأنه غير معقول لافتا إلى أن المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة ليست قريبة القرارات التي اتخذها بعض أعضاء حلف شمال الأطلنطي والقرارات التي حلت دون زيارة إلى سربيا بالتأكيد لا يمكن تصورها وأنا أتفهم الاهتمام الذي تبدونه لتقي من لهذه الأمور المشينة فهذه الخطوة كانت حرمانا من حق دولة ذات سيادة في تنفيذ السياسة الخارجية وهذا دليل آخر واضح للغاية حول المدى الذي يمكن أن يذهب إليه حلف النيتو والاتحاد الأوروبية في استخدام أكثر الأساليب حضارا لتأثير على أولئك الذين يسترشدون بالمصالح الوطنية وغير المستعدين للتضحية بمبادئهم وكرامتهم من أجل القواعد نفسها التي يفرضها الغرب بدلا من القانون الدولي قالت وزارة الدفاع البريطانية أن صواريخ كروز روسية أطلقت من الجو وأصبت بنية تحتية للسكك الحديدية في العاصمة الأوكرانية كييف وأضحت الوزارة أن القتال العنيف مستمر في مدينة سيفير دانياسك مشيرة إلى أن قوات روسية تتجه نحو سلوبيانسك وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أنه سوف يقصف أهداف جديدة في أوكرانيا حال زودتها الدول الغربية بصواريخ بعيدة المدى رحب وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال النيتو مشيرا إلى أن بلاده سوف تعمل على تعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسية وعضف بلينكين أن الولايات المتحدة والسويد ستواصلاني دعم شعب أوكرانيا في الدفاع عن وطنهم وديمقراطيتهم وتراثيهم الثقافية ضد ما وصفتها بحرب روسيا غير المبررة استدعت إيطاليا أسافيرا روسيا رديها سيرجي رازوف للإحتجاج على انتقاد موسكو لتغطية وسائل إعلام الإيطالية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أنها ترفض التلميحات المتعلقة بدلع وسائل الإعلام الإيطالية المزعوم في حملة مناهضة لروسيا مضيفة أنها ترفض بحزم الاتهمات التي ساقتها وزارة الخارجية الروسية ضد مسؤولين وصحفيين إيطاليين من جهتها نشرت السفارة الروسية في روما بيانا تضمن إشارة من السفير الروسي إلى الخط الدعائي المهيم في وسائل الإعلام الإيطالية لا يكمن وصفه إلا بأنه مناهد لروسيا داعيا إلى الاعتدال والتوازن حفاظا على العلاقات الإيجابية والتعاون بين الشعبين الروسي والإيطالي كشف استطلاع حديث للرأي عن أن أكثر من 70% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ارتفاع معدل التضخم وغلاء أسعار الوقود وأوضح الاستطلاع أن الأمن الاقتصادي سوف تظل له الأولوية في تحديد المرشحين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل وقال 51% من من تم استطلاع أرائهم أن التضخم والاقتصاد ستكون لهم الأهمية القصوى في التأثير على قرار الناخبين في العام الجاري للتجديد النصفي للكونجرس قالت رئيسة وزراء استونيا كايا كلاس إن الوحدة الأوروبية يصعب الحفاظ عليها أمام الأزمة الأوكرانية في ظل تفاقم تأثير الأزمة على التضخم ومعايير المعيشة في القارة الأوروبية وانتقدت كلاس في تصريحات اللهوة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون لمحاولته تقديم حلول دبلوماسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للخروج من النزاع مشيرة إلى أن التأثير الوحيد لاقتراح ماكرون هو التأكيد لبوتين أنه ليس منعزلا ولن يواجه العدالة لما ارتكبه الجيش الروسي في أوكرانيا بحسب تعبيرها يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا يوم الخميس المقبل لرسم برنامجي التحفيزي الضخم لشراء السندات في ظل ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي خلال الاجتماع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقدة وقد ارتفعت أسعار مستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 8.1% على أساس السنوية في مايو وهو رقم قياسي منذ إطلاق العملة الموحدة وعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% توقع محافظ البنك المركزي التشيكي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يوم الثاني والعشرين من يونيو حيث لا تزال مستويات التضخم مرتفعة وقام البنك المركزي التشيكي برفع سعر الفائدة بمقدار 550 نقطة أساس إلى 75% خلال العام الماضي حيث كان يسعى لتحجيم التضخم المرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك الطلب المحلي القوي وللحفاظ على توقعات التضخم ثابتة ارتفع التضخم الرئيسي في تايلاند بواتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في شهر مايو حيث وصل إلى أعلى مستوى له لما يقرب من 14 عاما مع ارتفاع أسعار الطاقة وانتهاء بعض إجراءات الدعم الحكومية وقالت وزارة التجارة في تايلاند إن مؤشر أسعار المستهلكين قفز بنسبة 7.1% عن العام السابق متجاوزا التوقعات وكانت تايلاند تهدف إلى إبقاء التضخم دون 5% هذا العام وذلك وفقا لرئيس الوزراء برايوت شان أوتشا تواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والسرع الأخرى بسبب حرب أوكرانيا واضطرابات الإمدادات العالمية هذا وأعلنت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية ارتفاع أسعار البنزين والسولار في البلاد للأسبوع الرابع على التوالي بالتزامن مع استمرار أزمة الطاقة في جميع أنحاء العالم تواجه كوريا الجنوبية العديد من الأزمات وخاصة ارتفاع أسعار الطاقة أسبوعيا نتيجة العقوبات التجارية ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا بيانات رسمية بكوريا الجنوبية أظهرت ارتفاع أسعار المسالكين بأسرع معدل لها منذ نحو 14 عاما في شهر مايو الماضي بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء الناجم عن الأزمة الأوكرانية وقفزت أسعار المسالكين بنسبة 45% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متسارعة من ارتفاع بنسبة 84% على أساس سنوية في أبريل الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية التي أوردتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية وفي سياق متصل أعلنت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية ارتفاع أسعار البنزين والسولار في البلاد للأسبوع الرابع على التوالي بتزامن مع استمرار أزمة الطاقة في جميع أنحاء العالم وأكدت شركة النفط الوطنية الكورية أن متوسط سعر التجزئة للبنزين بلغ 2013 وون للتر بزيادة 19 وون عن الأسبوع الماضي يذكر أن أسعار النفط في العاصمة الكورية الجنوبية سول أعلى من المناطق الأخرى حيث بلغ متوسط سعر التجزئة للبنزين 2087 وون للتر الواحد خلال الأسبوع الجاري بزيادة تبلغ 23 وون عن الأسبوع السابق ومن جانبهم رجح مراقب وأصناع في كوريا الجنوبية استمرار ارتفاع أسعار البنزين والسولار تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لشركتين إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية بشحن النفط البنزولي إلى أوروبا بعد أن أعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر في الشهر الماضي للبدء في هذه الخطة وجاءت خطة بايدن كجزء من توجه نحو تقليل الاعتماد على النفط الروسي وإعادة توجيه شحنات بنزولا للصين وكان 18 عضوان ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي قد وجهوا رسالة للرئيس بايدن يطالبون برفع جميع العقوبات عن بنزولا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من رد حازم وصارم على أي استبزاز من كيونجيان أكد الرئيس الكوريا الجنوبي يون سيوكايول أن بلاده ستقوم برد حازم وصارم على أي احتفزاز من جارتها الشمالية وحذر يون من أن البرامج النوية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن إدارته ستعازز رضع التهديدات النووية والصاروخية مع التأكد من عدم وجود أي ثغرات في حماية أرواح ومتلكات الشعب الكوري أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ثمانية صواريخ باليستية ردا على إطلاق كوريا الشمالية العدد نفسه من الصواريخ أمس الأحد وعملية إطلاق الصواريخ هي ثاني استعراض مشترك للقوة من جانب الحلفاء في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون ساك يال جحيم ساقط من السماء شهدته شبه الجزيرة الكورية خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية مع إطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ثمانية صواريخ باليستية ردا على إطلاق كوريا الشمالية العدد نفسه من الصواريخ قبلها بيوم واحد هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي قالت أن البلدين الحليفين أطلق صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية أرض أرض آتاكمس على أهداف البحر الشرقي المعروف باسم بحر اليابان وعملية إطلاق دفعة الصواريخ ومدتها عشر دقائق هي ثاني استعراض مشترك للقوة من جانب الحلفاء في عهد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول الذي تعهد بتجديد موقفه في مواجهة السفزازات بيونج يانج وأتت عملية إطلاق هذه الدفعة من الصواريخ غدا تأطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى في أعقاب تدريبات عسكرية مشتركة بين الكوريا الجنوبية والولايات المتحدة شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية وتحتج كوريا الشمالية منذ فترة طويلة على تدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتعتبرها بمثابة استعداد لعملية غزو وأجرت كوريا الشمالية تجارب عسكرية عدة منذ بداية العام بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه بحر اليابان فيما تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من أن نظام كيم جونج أون قد يجري تجربة نووية سابعة يسوت الحزب المحافظة اليوم على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة على خلفية اتهامه بخرق قواعد الإغلاق خلال جائحة كورونا بإقامة حفلات في داونينج استريت وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التنظيم في حزب المحافظين جرهام رادي إنه تم تجاوز عتبة الخمسة عشر في المائة من الفريق البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في زعيم الحزب المحافظ بناء على القواعد القائمة هذا وأكد ناطق باسم داونينج استريت أن التصويت سيمثل فرصة لجونسون لطي الصفحة والمضي قدما للتركيز على قضايا أخرى ذكرت صحيفة الفيجارو الفرنسية أن تجمع معا الذي يمثل حزب الرئيس ماكرون تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في الخارج في ثماني دوائر من أصل 11 دائرة وبحسب استطلاعات رأيي فإن معسكر الغالبية الرئاسية يشعر بالقلق لوجود فرضيات تمنح معسكر ماكرون أغلبية أقل من الأغلبية المطلقة ل289 مقعدا وترجح حصول تحالف أحزاب اليسار على نحو 170 إلى 205 مقعد أعرب الكريملين عن اهتمامه بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة حول الأسلحة النووية مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المستبعد إجراء مفاوضات بشأنها في الوقت الحالي في غدون ذلك نقلت وكالة تيس عن السفير الأمريكي في موسكو جون سولمان قوله أن روسيا ينبغي أن لا تغلق السفارة الأمريكية في موسكو رغم الأزمة بين البلدين بسبب أوكرانيا مشددا على ضرورة أن تستمر أكبر دولتين نوويتين في العالم في التحدث معا قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين في حوادث إطلاق نيران بثلاث مدن أمريكية في أحدث اندلاع لأعمال العنف بالأسلحة النارية هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية يأتي هدى فيما نظم الألاف من أسر ضحايا مسيرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء ذكرى ضحايا العنف المسلح وسط دعوات إلى تشجيد الرقابة على السلاح لمواجهة التدفق المستمر للعنف المسلح ثلاث وقائع إطلاق نار جماعي هزت الولايات المتحدة في سلسلة من الحوادث التي جعلت أعضاء الكونجرس في حالة استنفار لمواجهة هذه الأزمة فقد قتل نحو عشرة أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين في حوادث إطلاق نار بثلاث مدن أمريكية في أحدث اندلاع لأعمال العنف بالأسلحة النارية ففي فلادلفيا قالت الشرطة إن مواجهة تصعدت بين رجلين لتتحول إلى معرقة بالأسلحة النارية أطلق خلالها الرصاص على حانة ومطعم مزدحمين مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة إثني عشر آخرين وإثارة الزعر مع محاولة الناس الفرارة وفي الواقعة الثانية ذكرت الشرطة أن إطلاق نار اندلع بالقرب من حانة في تشتانوجا بولاية تنسي مما أوقع ثلاثة قتلى وأربعة عشر مصابا أما الواقعة الثالثة فقد أعلنت الشرطة أن حادث إطلاق نار آخر وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بولاية ميشيجان وتأتي هذه الحوادث في وقت يجد فيه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أنفسهم تحت الضغط لإقرار تشريعات تساعد في وضع حد لهذه الحوادث الدامية في بلد يواجه انتشار عنف المسلح أودى بآلاف من الأمريكيين هذا العام وفي الوقت نفسه نظم الآلاف من أسر ضحايا مسيرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لإحياء ذكرى ضحايا العنف المسلح وصدعوات إلى تجديد الرقابة على السلاح لمواجهة التدفق المستمر للعنف المسلح وفي الأسابيع الأخيرة شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث كان أكثرها دموية ما وقع في إحدى المدارس الابتدائية في ولاية تيكسيس وأيضا داخل أحد متاجر نيويورك أصفر عن مقتل العشرات وعلى الرغم من الدعوات الملحة لاتخاذ إجراءات جوهرية لمواجهة تلك الظاهرة فقد تفاقمت الأزمة حيث وقع أكثر من 200 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام وحده دعا مكتب تنسيق الشهون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم اللاجئين الفلسطينيين ومنع هدم بيوتهم في الدفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وذكر بيان صادر عن المكتب أن الأسرة الفلسطينية طلقت مؤخرا أمرا بهدم مبنى يضم 12 وحدة سكنية في منطقة وادي قدوم بحي سلوان في القدس الشرقية مشيرا إلى أنه إذا نفذ الهدم فسوف يجرى إخلاء 32 بالغا و42 طفلا بالقوة وسيكون هذا التهجير هو الثاني في هدون سنتين لأسرتين أخرين بعد عمليات هدم سابقة لقي مسلحان من قوات الحوثي مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في السرعات داخلية بمحافظة عمران شمالي العاصمة اليمنية صنعاء ومؤخرا تزايدت تأحدة السرعات الداخلية داخل قوات الحوثي مخلفة عشرات القتلى وجرحة في حوادث مكرر شهدتها عدة محافظات شمال اليمن ذكر مصدر أمني عراقي أنه تم إسقاط طائرة مسيرة وسط العاصمة بغداد مؤكدا أن الطائرة خالية من أي مواد متفجرة وقال المصدر الأمني أن وزارة الداخلية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة صغيرة الحجم في دائرة الإصلاح العراقية موضحا أنه تم على الفور التحفظ على الطائرة لحين فحصها من قبل الأدلة الجنائية أطلقت قوات الشرطة العراقية عملية أمنية في قضاء الدور شرقية محافظة صلاح الدين لتطهير بؤر تنظيم داعش الإرهابي وقد ذكرت الشرطة في بيان لها أن قوات الأمنية المشتركة نفذت عملية تفتيش للبحث عن الأوكار الإرهابية في القضاء وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي نظمت مدرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات بمنطقة الكيلو 17 التباعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية وقد شاملت أقافلة عيادات متنقلة في 11 تخصصاً طبياً إضافة إلى معمل الطفيليات وآخر للدم وأدوية بالمجان كما تضمنت أيضاً أقافلة ندوات تثقفية صحية للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا نحن النهاردة بنخدم أهالينا في قرية السلام كيلو 17 لأنطرة غرب النهاردة العدد والإقبال من الأهالي كبير جداً غير ما كنا متوقعين معي تخصصات كثيرة من بطنة وأطفال وجلدية وتنظيم أسرى ونسى أنف وأزن وجراحة بعض التخصصات اللي مش موجودة بيعمل لها إحالة على المراكز والوحدات بالتأمين الصحي الشامل نحن دلوقتي بين أهلنا وبين ناسنا أنا كنت عايزة كل يجي وشوف الفرحة اللي ما بين أهلنا وبين ناسنا النهاردة إذا ما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفة أن نحن هنخش كل قرية وكل عزبة وكل شارع في الكرة الريف المصري أعلنت مبادرة حياة كريمة توفير سيارتي إسعاف مجهزتين بأعلى الإمكانيات بقرية جريس بمحافظة المنوفية كما أعلنت المبادرة على صفحتها الرسمية إنشاء وحدة إسعاف بالقرية مجهزة على أعلى مستوى لخدمة أهل القرية ورعايتهم وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كهل المواطنين بالمجمعات بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمن حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم والآن جاء موعد الأخبار الاقتصادية إذن فهذا موعدنا مع رغدة أبو ليلى إليك رغدة شكرا لكم أميمة تمام وياسر عبدالسطار إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتبارا من يونيو الجاري وأكد المركز الإعلامي استمرار صرف المعاشات لجميع حامل البطاقات التقليدية بداية من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة مشددا على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص كما ناشد المركز أصحاب البطاقات التقليدية بسرعة التوجه إلى أقرب مكتب باريد أو أحد فروع البنك الزراعي لتغيير بطاقة الصرف إلى كارت ميزة دون تحمل أي أعباء مالية على أن تتم عمليات الصرف من الكارت الجديد اعتبارا من الشهر التالي لإجراء عمليات التحويل أشاد أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الدولي الذي يضم عاشرة مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضو بالبنك بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر منذ عام 2016 وتعاملها مع التحديات الاقتصادية المختلفة وخلال لقاء موسع عقدته وزيرة التعاون الدولي مع الوفد أكد أعضاء الوفد حرص البنك على التعاون مع مصر في جميع مجالات التنمية لا سيما الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمعا شهد اللقاء مباحثات على مستوى ملفات الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي لا سيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين وذلك اتصاقا مع رؤية الدولة التنموية 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها حياة كريمة أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب أنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة وخلال زيارته لدولة قطر عرض عبدالوهاب على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيموية والبيترو كيمويات والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن صدافة مصر لقمة المناخ كاب 27 تأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة المالية الإندنوسية سري مولياني لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي تواجه دول العالم في الشهور الأخيرة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على متابعة الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في الانتهاء من المشروع القومي لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات جاء ذلك خلال تفقده مشروع إنشاء المجزر الأليل جديد بدميات المحجر الصحي ووحدة تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا والذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية تبلغ 295 مليون جنيه كما تم خلال الجولة افتتاحه طريق الدكتور مصطفى مشرفة وميدان أبو الوفاء الشهابية بتكلفة تبلغ 187 مليون جنيه أكد وزير البترول طرق الملة استمرار الجهود المبدولة لتأمين توافر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلية وتأمين توافر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء جاء ذلك خلال اجتماع الملة مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محلياً وشدد وزير البترول على أهمية متابعة الأرصد من المنتجات البترولية والبتجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظياً لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومتي المتابعة الإلكترونية التي تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمية إلى البرصة المصرية حيث تباينت المؤشرات بختام التعاملات التراجع المؤشر الرئيسي في مرتفع مؤشراء EGX70 و EGX100 وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 89 مليون جنيه لغلق عند مستوى 659 و 829 من ألف مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9986 نقطة ليغلق عند مستوى 9984 منخفضاً بالنسبة 81 وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1753 نقطة ليغلق عند مستوى 1762 نقطة مرتفعاً بالنسبة 49 من المئة بالمئة كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2629 نقطة لغلق عند مستوى 2639 نقطة مرتفعاً بالنسبة 14 من ألف مئة إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولر الأمريكي 18 و 59 من المئة جنيهاً للشراء و 18 و 67 من المئة جنيهاً للبيع من نسبة لليورو وصل إلى 19 و 95 من المئة 20 و 4 من المئة الجنيه الإسترليني 23 و 35 من المئة 23 و 46 من المئة الدرهم الإماراتي 5 و 6 من المئة 5 و 8 من المئة أخيراً أريال السعودي 94 و 97 من المئة تباينت دبي حصة أقلية في ميناء رئيسي ومنطقة أعمال إلى صندوق تقاعد كندي بما سيساعد الشركة الحكومية الإماراتية التي تدير تلك المنشآت على تقليل عبء ديونها وأعلنت موانئ دبي العالمية أن الصندوق الكندي سيحصل على حصة تبلغ نسبتها 220 بالمئة عبر مشروع مشارك جديد معها سيستثمر الصندوق بموجبه 5 مليارات دولار في 3 منشآت واقترضت أكبر شركة لإدارات الموانئ في العالم 8.11 مليار دولار في 2020 لتمويل شراء دبي لحصة صغار المساهمين وإعادة الشركة للملكية الكاملة للحكومة نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى أميمة وياسر إليكم شكرا لك يا رغبة تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود مليجي الذي رحل في 6 من يونيو عام 1983 بعد رحلة حافلة من العطاء الفنية وقدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية والتي شكلت وجدان أجيال عديدة وتنوعة الأفلام بين الاجتماعية والسياسية اشتركوا في القناة الرئيس سيسي يوجه بالاستمرار في جهود تطوير منظومة الموانئ البحرية المصرية وفقا لأعلى المعايير مدبولي يترأس اجتماع اللجنتي العليا للأداء الاقتصادي ويعقد أن كل وزير سيكون مشؤولا عن الوفاء بمشتهدفات وزارتها وشكري يلتقي في بغداد بنظيريها الأرقي والأردني ويشدد على ضرورة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث لتعزيز المشروعات المشتركة إذن السادسة انتهت شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء